موسيقى كل واحد من عدم لازم يشوف شنو التكليف اللي لازم يأديه لا يتوقع من الآخرين صحيح لازم يرشد الجاهل خاصة رجال الدين وينبه الغافل ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحاول في إصلاح المجتمع هاي كلها تكاليف علينا جميعا مو فقط رجال الدين على الجميع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لكن مضافا إلى ذلك وقبل ذلك أنه نفسه ابدأ بنفسك آني أدي ما علي إحنا بعض الأحيان هنا أنا قاعدين ناس يجون يشكون من الحكومة يشكون من مجلس المحافظة يشكون ما أدري من كذا يشكون من كذا من كذا من كذا زين أنا فأذ مرة أقول لهم أنه زين ما يخالف نقبل كلامهم كلامكم أكو بوق أكو تماهل أكو كذا أكو كذا على كل فالشي معروف بعد مكشوف ما يحتاج واحد يحكي بيه أصلا لوضوحه لكن من وصل ذول إلى السلطة أمريكا جابتهم زين من وصلها إلى السلطة مو أنتوا انتخبتوهم أنت انتخبت غيرك انتخب حس فترة ضرورة اضطرار كذا بناء ما يخالف نتجاوز عن كثير من الأمور في البداية لكن بعد ذلك فإذا أنت منتخب أنت لازم لا تستشكل أنا أحد المفكرين يقول الشعب الذي ينتخب السراق شريك في جريمة السرقة أنت لا تتوقع غيرك يجي يصلح أمرك أنت لازم يصلح أمرك صحيح الغير لازم يأدي تكليفة بس أنت لازم لا تتوقع منه إذا أنت ضعيف الأقوياء يأكلوك صحيح هم لازم لا يأكلوك لازم يعاونوك لكن هذا في أرض الواقع ماكو أي شي كل شي إذا واحد زيان خمسين مو زيان إذن إحنا لازم نرشد الناس وقبل ما نرشدهم لازم إحنا نسترشد ننهى عن المنكر وإحنا قبل ما ننهى لازم ننتهي نأمر بالمعروف قبل ما نأمر بالمعروف نأتمر حتى ليصر لما تقولون ما لا تفعلون وكما أن الشر إذا بدأ صغير شوية شوية يكبر الخير كذلك بدأ يبدأ صغير شوية شوية يكبر وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون يمكن واحد يغير نحو الشر وواحد يغير نحو الخير المصلحون الكبار شخص بس بدأ المصلح واحده ما يقدر يسوي شي لازم يحتاج لأعوان بدأ شوية شوية الله موفق والمفسدون الكبار أيضا كذلك بدأ شخص شوية شوية اللي قال لأعوان الشر كبر فالإنسان لازم ليأس أنه خب ما يصير أو حشر مع الناس يعيد حشر مع الناس يعيد هذا مو صحيح أنت اعمل أولا إذا حصلت على نتيجة فهو المطلوب وإذا ما حصلت على نتيجة أنت مبري ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة